لم يحظى برنامج كومبيوتر في تاريخ هذه الآلة العجيبة بالشهرة التي حظي بها محرك جوجل البحث بات للبحث عن كل شيء من المطبخ وحتى صناعة الصاروخ ومن غرفة الصفل أكبر المختبرات باختصار 17 عاماً على جوجل بدت إنجاز 17 قرن إنجاز جعل هذه الكلمة أكثر تداولاً من الماء والهواء بالأخضر والأحمر والأصفر والأزرق أي ألوان شعاره يلون لجوجل دراجات موظفيه ليس للترويج لإسمه بل دعماً لروح الابتكار لديهم وفي سبيل ذلك يشجع جوجل موظفيه على ركوب الدراجات وممارسة الرياضة حتى خلال ساعات الدوام فلسفة تبنتها الشركة منذ بداياتها وفاء ربما لطريقة ولادتها المبتكرة من فكرة لمشروع تخرج بحثي ولد في ذهن طالبين من طلاب جامعة ستانفورد في كاليفورنيا تحول جوجل خلال 17 عاماً إلى عملاق يمثل اسمه بالنسبة للكثيرين عالم الإنترنت بمجمله يمزح البعض من المحتفلين بجوجل بالقول أنه لم يبلغ سن الرشد بعد قاصر ومع ذلك يستحيل الاستهانة به فجوجل وحده يجيب يومياً على ثلاثة مليارات سؤال ما يعني 90 مليار إجابة شهرية وهو بمجمله سيعني تريليون عملية بحث على الأقل سنوياً إذن من على سطح مكتب دراسي بدأت قصة العملاق الطالبان ابتكروا محرك بحث متواضع عملا على تطويره داخل مرآب صغير للسيارات كان ذلك في عام 1996 بعدها بعامين تم تسجيل الاسم التجاري لجوجل وانتقال مقر الشركة إلى وادي سيليكون الشهير بدأت الشركة مشوارها بـ 350 موظفاً في عام 2001 افتتحت أول مقر لها خارج الولايات المتحدة في اليابان في توسع امتد إلى 70 مكتباً موزعين حالياً في 40 دولة يتجاوز عدد موظفيها 50 ألفاً في واحدة من الإحصاءات يقال أن جوجل يحفظ في قوائم ذاكرته أكثر من 30 تريليون صفحة انترنت ما يعني ذاكرة بـ 100 مليون كيجابايت سابق جوجل إقاعات التطور مطوراً نفسه وخدماته ليس عن طريق شعاراته فحسب التي باتت تكتب هي أيضاً بطريقة تفاعلية امتد تفاعل جوجل إلى مجالات خدمية واسعة ولم يعد محرك بحث فحسب بل مطوراً لتطبيقات وأنظمة تشغيل ومنصات إلكترونية جوجل اليوم يبحث ويحلل ويصور ويرسل الرسائل ويجمع المعلومات والوثائق ويترجم ولا يستعصي عليه أي عنوان على خارطة العالم في عام 2005 شغل جوجل أول كاميرا ليبدأ بذلك مشوار جوجل مابس ناقلاً صوراً حية للمدن والشوارع بعدها بعامين اقتحم عالم الاتصالات مبتكراً نظام أندرويد لتشغيل الهواتف الذكية في عام 2004 خطى جوجل أول خطواته في عالم أسواق المال طرح أسهماً للبيع باسمه المبلغ الذي حصل عليه بلغ ملياراً وستمائة مليون دولار بالتساعه واستحواذه على المزيد والمزيد من الشركات يطفئ جوجل شمعته متربعاً على عرشه ثاني أقوى شركة في العالم برصيد يتجاوز 108 مليارات من الدولارات جرير يطلعكم على بعض الحقائق والأرقام عن جوجل تفضل جرير مرحباً فضيلة مشاهدين مرحباً بكم مرة جديدة حقائق ومعلومات غاية في الأهمية عن جوجل أختصرها لربما بعدد قليل جوجل عبارة عن أكثر من 150 شركة واحدة لمن يعتقد أن جوجل هي شركة واحدة فهو مخطئ هي أكثر من 150 شركة كل سنة يزداد نفوذ جوجل تزداد سيطرتها على العالم الإلكتروني هذه السياسة تتبيعها جوجل جعلت منها أكبر شركات في العالم أكبر من يوتيوب وويز موتورولا والعديد من الشركات الأخرى التي اشترتها جوجل أصلاً فهي تقوم بالشراء يميناً ويساراً للعديد من المؤسسات الهامة والمفاصل على الإنترنت لفظ كلمة جوجل لربما قد تستغربون من يقول جوجل هي تهجئة خاطئة عندما نتحدث عن جوجل اللفظ الصحيح هو جوجل لاري بيج مؤسس شركة وسيرجي برين هو من أراد أن تكون هذه الكلمة جوجل بضم حرف الغين إذا صح التعبير بالعربية وليس كسره لأنه هو ناتج للرقم الذي يساوي واحد ضرب عشر مرفوعاً للأسمئة وهو رقم كبير جداً كل منهما اختار هذا الاسم لأنهما أراداً أن يصنع شركة تقدم كمية هائلة من المعلومات عبر الإنترنت وهذا بالفعل ما حصل هناك كمية هائلة مصنفة ومبوبة داخل هذا الموقع تحديداً في مرآب السيارات بدأت جوجل لا ربما يعني لا أعلم فضيلاً ما هي قصة مرآب السيارات مع المخترعين والمبتكرين أبل بدأت أيضاً من مرآب السيارات أنا لدي مرآب السيارات ولكن ليس لدي شيء حتى الآن فقط لغسل السيارة فقط لغسل السيارة هذا هو الإبداع الوحيد كان كل من بيج وبرينز تأجروا هذا تحديداً المرآب من صديقة لهما وبدأوا تحديداً لربما صناعة الأحلام هناك عندما نتحدث عن كتابة جوجل تكتبها كما تشاء اكتبها بشكلها الطبيعي جوجل أكتبها بأو واحدة بلغة الإنجليزية بثلاثة بأربعة بآر بنهايتها فضيلا قد تستغربين حصلت معك كتبتها بالعكس وكتبتها بالعربية كمان وطلعت جوجل بالإنجليش لأن جوجل بالفعل قامت بشراء كل المواقع الشبيهة باسمها فضيلاً كل شيء قريب قاموا بشرائه حتى بالنهاية تصبح عملية البحث بالفعل تتطابق مع معايير جوجل جوجل تقدم الكثير من الخدمات وتقدم أيضاً الكثير من التبرعات لربما أيضاً ولكن خدماتها الرئيسية خدمة ستريت فيو عندما نتحدث عن هذه الخدمة قامت بتصوير الشوارع بشكل كامل ربما على مدى سنوات قليلة ماضية فقط قامت بتصوير خمسة ملايين ميل خمسة ملايين ميل وهو رقم كبير جداً آخر معلومة وهي مهمة جداً هي بوابة لخدمة يوتيوب أيضاً يقوم الكثيرون بالبحث عن طريق جوجل نتحدث عن خمسة مليارات ساعة تمت مشاهدتها من خلال يوتيوب على جوجل صح فضيلة وأود أن أضيف معلومة مهمة أيضاً أنت تعلمينها ربما كلمات كثيرة حتى خلال السنوات قليلة الماضية بدأت تدخل القواميس وتأخذ مكانها على العلم أنها ليست كلمات ذات معنى يعني جوجل أصبحت عندما تقولين باللغة الإنجليزية جوجلينج أو حتى باللغة العربية أنا في جوجل هي اختصار لأن أقوم بالبحث طبعاً أنت يعني وضحت في تقريرك معلومات عديدة جداً أنا دائماً أتساءل قبل جوجل كيف كان الناس يعيشون؟ عادةً يسألون الزوجة لأنها تعلم كل شيء حلينا نسأل خبير تقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لعربنات عمر كريستيدس من بيروت أهلاً بيك أخ عمر أهمية محرك جوجل هل يمكن الحديث عنه؟ سهلاً سألتك سؤالك بمحله كيف كانوا يشتغلوا العالم قبل محرك جوجل؟ وإذا نتذكر الأيام هذه المضت كانت الانترنت بعدها صغيرة وياهو أول من نظموا المعلومات الموجودة على الانترنت ونظموها من عبر ملفات مثل ما ننظم نحن الفايلات تبعاً على الكمبيوتر فإذا واحد يريد أن يفوت على موقع خاصة بالسيارات يفوت على ملف السيارات على الياهو بس كلما كانت عم تزداد كبر الانترنت كلما بطل هذه الطريقة من التفتيش على المعلومات بطلت شيء يعني نقدر نعمله نحن بسهولة فإجوا المحركات لا يقدروا يساعدونا أنه ندور على معلومات على الانترنت هي وعم تظلت تكبر فأهمية جوجل اليوم بشعارهم تنظيم كل المعلومات الموجودة على الانترنت ومساعدة المستخدمين أنه يوصلوا لأي معلومة موجودة على الانترنت من وقتها لليوم مثل ما تفضلت وحكيته صار في عدة استحوازات كبيرة وهذا يعني ساعد انتشار جوجل إلى محلات أكبر من محرك أو للبحث على المعلومات عبر الانترنت صارت هي شركة إعلامية صارت شركة بتستثمر بأجهزة الزكية وغيرها من المجالات تمام طيب بسبب الانتشار الكبير هل فقط نتحدث عن عمليات الاستحواز أستاذ عمر هل نتحدث عن سهولة الاستخدام من قبل المستخدم لربما ومن الواضح أنه لا يوجد منافس حتى الآن اليوم جوجل سبقوا المنافسين كمحرك بحث سبقون من خلال تصنيف الصفحات البرنامج اللي وراء جوجل اللي احنا ما بنشوفه اللي اسمه بيجرانك بيقرر أهمية الصفحات وبيساعد المستخدم أنه يعرف لما هم بيدور على كلمة هم بيدور على أهم الصفحات مش أقلها اهتماما فهيدا اللي أول شي ميز جوجل وخليه يكون أسهل ويعطي النتائج اللي أصبت له المستخدم بس بعد ما يعني إذا بدك تمركز بي المحرك البحث والبحث على الانترنت اليوم انتشروا بعديد من القطاعات مثل ما حكينا اليوم عندهم يوتيوب اللي هي من أهم القنوات المحتوى على الانترنت وخاصة بالعالم العربي اليوم نحكي عن نصف مليار مشاهدة لليوتيوب يوميا في المنطقة العربية فقط إذا منحكي عن من الاستحوازات الجديدة اللي اشتروا شركات مثل نست اللي اليوم حتصير قسم جديد من الشركة مهتم بالأدوات المنزلية الزكية تنقدر اليوم نحنا البيت بيعرف قبل ما نوصل يبرد البيت إذا كان بالصيف أو يدفي البيت إذا كنا بالشتاء اليوم صنع عندهم صندوق استثمار جوجل فانتشرز عم بيفوتوا عم بيستسمروا بأهم الشركات الناشئة اللي هي يعني الابتكار الناشئ بكل الشركات الناشئة طيب فهيدا الانتشار اللي يخليهم أنه اليوم يكونوا مش بس من أقوى الشركات كمحرك بحث من أقوى الشركات على الانترنت كيف يمكن الوثوق والاعتماد على المعلومات التي يقدمها لنا جوجل سيد كريستيدس اليوم جوجل ما بيقدر يقلك أنه موثوقية أي معلومة موجودة بس طبعا كلما كانت الصفحة موثوقة أكتر كلما بتبين أعلى عبر الجوجل فاليوم الصفحات الأولى اللي بتجي عادة هي أكتر شي موثوقة وهيدا الشي اللي حكينا عنه بميز جوجل بس اليوم أي مستخدم للانترنت لازم يكون دايما برأسه أنه أي معلومة عم يقراها على أي صفحة لازم يشوف أكتر من صفحة لازم يقارنها بأكتر من مصدر تيكون هو واثق من معلومة هيدا الشي حتى فينا نقارنه بالشبكات الاجتماعية اليوم نحن عم نتابع عبر الفيسبوك عبر التويتر وعبر غيرهم أهم الأخبار والتطورات ودايما منشوف أنه أمرار بتطلع خبر مش موثوق بيطلع من قبل هالشبكات الاجتماعية فأي معلومة ناخدها من الانترنت لازم نتأكد من موثوقيتها شكرا جزيلا لك عمر كريستيدس الرئيس التنفيذي لعربنات شكرا جزيلا لك شكرا لكم